موسيقى وهو نصلي جبران خليج جبران مخوض من مؤلفه دمعة وابتسامة يقول الكاتب قال حمزة لهند اقتربي يا شركة حياتي اقتربي مني ولا تدعي السلوج البيضاء تفصل بيننا اجلسي بجانب هذا الموقذ فالنار فاكهة الشتاء حدثيني فأذني تعبت من تأوه ريح الغضب مر الجو الغضوب يحزن نفسه ونظر إلى المدينة الجالسة ونظر إلى المدينة الجالسة كالثكلة تحت أطباق الثلوج يدمي قلبي اسقي السيراج زيتا فقد أوشك أن ينطفئ وضعيه بالقرب منك لأرى ما كتبته الليالي السوداء على وجهك اقتربي مني فقد خمدت النار وكاد الرماد يخفيها إذن هناك كلمات مسطرة هنا وهي كلمات ترمز إلى أشخاص وترمز إلى أشياء في الطبيعة وغيرها وإلى صفات معينة إذن هذه الأسماء هي حمزة هند شريكة الموقد والنار إذن أذني الريح الغضب الجو الجالسة فكلة السيراج السوداء النار الرماد وضعنا إذن جل هذه الأسماء في جدول وضعناها في جدول يعني أغلبها أكثرها يعني في جدول لدينا إذن حمزة وهو اسم مذكر وألقرنا أنه اسم عالم يدل عادة على المذكر هند مؤنث إذن هو اسم عالم يدل على المؤنث على المرأة شريكة مؤنث لماذا هو مؤنث لأن وجدنا التافي آخره أذني مؤنث لأن الخبر تعبت نقول أذني تعبت لو كان مذكر لقلنا أذني تعب الثكلة مؤنث لأنه على وزن فعلا لأن هذا الوزن يقابله وزن في المذكر وأفعل السوداء مؤنث لأنه على وزن فعلا ويقابله أفعل السود الرماد مذكر لأن الخبر يخفيها ولا نقول الرماد تخفيها نقول الرماد يخفيها من هنا إذن نحدد إن شتم القاعدة هنا وهي تصنف الأسماء والصفات إلى مذكر ومؤنث إذن كل الأسماء في هذا العالم إما أن تكون مؤنث أو مذكر للتأنيث هي علامة تاني خاصة تاني العلامة الأولى هي لاحقة تتصل بآخر الاسم المؤنث هي التاة التأنيث والعلامة الثانية هو وزن يستعمل المؤنث مقابل وزن آخر للمذكر للمذكر مثلا فعلا يقابلها في المذكر أفعل فعلا يقابلها في المذكر فعلان وفعلا يقابلها في المذكر أفعل وعادة فعلا هذه تدل على لون أو على عيب نقول أحول ونقول حولا أبيض بيضاء إلى آخره ننطلق مع الأمثلة الموالية عاد الرجل مثقلا بالتعب بعد يوم حافل بالعمل هذا وطني وهذا بيتي هذا وطني وهذا بيتي لا تنازل عنه لمغتصب كانت الثلوج تغطي كامل الأرض كان للكندي دار يتناقل الناس محاسنها أن للصحراء سحر لا يقاوم ثم حرية المرأة مسؤولية كبرى يتقاسمها أو تتقاسمها مع الرجل إذن هنا الرجل ويوم وطني بيتي الثلوج مفرد وفلج الأرض دار كندي صحراء سحر حرية المرأة مسؤولية كبرى الرجل هذه الأسماع كذلك وضعناها إذن في جدول لنميز بين منشتم المذكر الحقيقي والغير الحقيقي وكذلك المؤنث الحقيقي وغير الحقيقي مؤنث حقيقي وغير الحقيقي نبدأ إذن بالأول إذن وهي كلمة الرجل الرجل إذن يطلق عادة على المذكر المذكر الرجل إذن يطلق عادة على المذكر وهنا رجل هو مذكر حقيقي عكس الكرسي مثلا عندما نقول الكرسي فهذا الكرسي مذكر ولكن ليس يعني مذكرا حقيقي ليس مذكرا حقيقي يوم هو مذكر لكنه غير حقيقي لا يشبه الإنسان ولا يشبه الحيوان يعني هو يعني مذكر لكن هو مذكر غير حقيقي وطني هو مذكر غير حقيقي بيتي كذلك مذكر غير حقيقي الثلج مذكر غير حقيقي الأرض إذن مؤنث غير حقيقي في حين فاطمة مؤنث حقيقي مؤنث حقيقي يعني مؤنث حقيقي الكندي هو مذكر حقيقي لأنه يرمز إلى الرجل دار إذن مؤنث غير حقيقي والسحراء كذلك مؤنث غير حقيقي السحر مذكر غير حقيقي حرية إذن عفوا إذن إذن أعود بيتي إذن بيتي إذن هو مذكر غير حقيقي الثلج كذلك مذكر غير حقيقي ثم الأرض إذن مؤنث إذن غير حقيقي الكنديو إذن مذكر حقيقي دار إذن مؤنث غير حقيقي الصحراء مؤنث غير حقيقي ثم نصل إلى سحر مذكر غير حقيقي ثم إذن حرية مؤنث غير حقيقي المرأة مؤنث حقيقي المرأة إذن في طبيعتها إذن هي أنثى ولكن الحرية هذه معنويا أنثى يعني مسؤولية مؤنث إذن غير حقيقي وكبرى مؤنث غير حقيقي إذن فهنا التأنيث إما أن يكون التذكير وتأنيث إما أن يكون إذن حقيقيين بيولوجيا يعني يعني في الإنسان وفي الحيوان وإما أن يكون إذن هذا المذكر وهذا المؤنث إذن غير حقيقي يطلق إذن على أشياء ويطلق إذن على معاني معينة يعني إطلاقا غير حقيقي ولذلك نقول إذن في هنا القاعدة المذكر إذن والمؤنث نوعان حقيقي وغير حقيقي نواصل إذن مع هذا الدرس إذن لنتبين مستويات أخرى إذن من خلال طبعا هذه الجمل جمل الأولى قال رجل لإياس بن معاوية لو أكلت التمر تضربني معاوية إذن كما نلاحظنا ينتهي بالتاو كأنه مؤنث ولذلك يسمى هذا يعني تأنيث لفظي يسمى تأنيث لفظي تأنيث لفظي يعني في لفظي مؤنث ولكن هو في الحقيقة مذكر اسم رجل يروى أن رجل كان يسعى بين الصفاء والمروى إذن هنا تأنيث معنوي الصفاء تأنيث معنوي وقفت امرأة من آل المدينة على منزلي قيس بن سعد بن عبادة وكان من أجود الكرماء فقالت أشكو إليك قلة الجرذان في بيتي فقال ما ألطف ما سألت فوالله لأملأنا دارك جرذانا لأملأنا دارك جرذانا جرذانا إذن جرذانا وأمر غلمانه فملأوا لها دارها دارها إذن ملأوا لها دارها رزقا حسنا من الطعام هنا إذن نلاحظ لدينا إذن إمرأة وهي إذن تأنيث لفظ ومعنوي يعني هي إمرأة هي مؤنث هي إمرأة وأنثة إذن وكذلك نجد التا في هذا الاسم فهذا التأنيث إذن نسميه تأنيثا إذن لفظيا ومعنويا عبادة هو اسم رزلوة لكن نجد في آخيره تا فهذا تأنيث لفظي ثم نصل إلى دارك لأملأنا دارك إذن هذا مؤنث معنوي لأن لا نجد التا علامة التأنيث لا نجد وفا يسمى إذن تأنيث معنوي وليس لفظي في اللفظ إذن عندما نرى اللفظ نرى هو إذن مذكر ولكنه في الحقيقة يعني الاسم أو هذه الكلمة تدل على موان كذلك جاء الخليفة هنا الخليفة فإذن تلاحظون إذن الخليفة جاء فجاء الخليفة إذن فالخليفة إذن رجل مذكر إذن لو كانت خليفة نقول جاءت الخليفة فهنا جاء الخليفة وإذن تدل على التأنيث ولكن هذا اسم يدل على مذكر إذن معاوية معاوية اسم مذكر ينتهي بتاء عبادة مؤنث لفظي إذن معاوية وعبادة إسماني هذان إسماني مذكراني ينتهياني بتاء هذا يسمى مؤنث لفظي ثم امرأة اسم مؤنث إذن بفضل التاء يجد التاء إذن في آخره فهو إذن هذا التأنيث لفظيا ومعنويا دار هو اسم مؤنث دون قرينة تاء فهو هذا مؤنث معنوي نقول إذن في القاعدة ينقسم ينقسم إذن المؤنث إلى مؤنث لفظي ومؤنث معنوي ومؤنث لفظي ومعنوي مؤنث اللفظي إذن هو ما يشيرتم علامة التأنيث لكنه يدل على مذكر مؤنث معنوي إذن هو ما لم تظهر فيه علامة التأنيث التاء ويدل على مؤنث ومؤنث لفظي ومعنوي هو إذن ما دل على مؤنث وظهرت فيه علامة إذن التأنيث نوصل الآن مع التطبيقات والتطبيق الأول إذن هو ميز فيما سطر ميز إذن فيما سطر الأسماء المذكرة من الأسماء المؤنثة تزوج زكريا من أسماء استعمل العامل الفأس الحادة والمعولة لحفر البئر العميقة النار فاكهة الشتاء مرأة الجو يحزن نفسي شكى حمزة هموم قلبه أصغت هند إلى شكوى زوجها وضعنا دائما وأبدا هذه المسطرات إذن وهي زكريا وأسماء والفأس والبئر والنار ونفسي وقلبه إذن وإذن وضعنا جلها في جدول فزكريا إذن هذا مذكر بطبيعة الحال زكريا مذكر اسم مذكر أسماء اسم مؤنث هذا تأنيث إذن معنوي لأن لا نجد فيه إذن هذه الفأس إذن هو مؤنث تأنيث معنوي البئر تأنيث معنوي لأننا لا نجد التا حمزة إذن هذا اسم مذكر ولكن نجد فيه التا فإذن تأنيث لفظي هند إذن تأنيث معنوي لأننا لا نجد التا والبئر إذن كما تلاحظون إذن البئر إذن البئر إذن هنا المعذرة البئر إذن هو مؤنث إذن اسم مؤنث ليس اسم مذكر ليس اسم مذكر البئر لأننا نقول البئر العميقة هنا هذا بالنسبة للجدل إذن كما رأينا زكريا هو اسم مذكر اسم مؤنث الفائس مؤنث البئر إذن مؤنث والحمزة إذن مذكر وهند مؤنث والبئر إذن أعدتها مرتين هي إذن مؤنث نفسي إذن الجو يحزن نفسي إذن ربما كلمة نفسي إذن لم نضح وكلمة قلبي ربما موجودة في مكان آخر شكى حمزة همومة قلبه إذن القلب إذن ينبض نقول فهو إذن مذكر ونفسه تشكو إذن هي مؤنث إذن هنا نعود لنصنا نفسي إذن نفسي مترعة ومفعمة إذن هذا هذا المؤنث هندو مريم ومعاوية سوسا إلى آخره إذن وضعناها في جدول هنا انظروا الجدول الجدول إذن مؤنث معنوي مؤنث أنشيتهم لفظي ومؤنث لفظي ومعنوي زينب إذن مؤنث معنوي زينب زينب هندو مريم سوسا سلم ولا زينب كرثوم الدار كراس عين إذن هن هذه كلها إذن أسماء مؤنث معنوي لماذا؟ لأننا لا نجد فيها التاء لا نجد فيها اللاحقة التي تدل على إنشتم التانيذ في حين معاوية هذا مؤنث إذن كما نرى إذن مؤنث لفظي لكنه يدل حمزة ومعاوية وخليفة هذه أسماء مؤنث لفظيا ولكنها تدل على مذكر ثم نجد المؤنث اللفظي المعنوي وهو فاطمة بالتاء إذن المدرسة وردة محفظة منظدة بشرى على وزن فعل صحرى على وزن فعل لطيف التاميس على وزن فعل ونوصل مع التمرين الموالي رقم ثلاثة إذن وهو أذكر المقابل المؤنث للكلمات التالية أخ أخت أخضر خضر عطشان عطش فتن فتاة ديك دجاجة رجل إمرأة صاحب صاحبة رائع رائعة أكبر كبرى وممرض ممرض أذكر الآن المقابل للمذكر الكلمات التالية بنت ابن حمراء أحمر ضمآن عاملة عامل هرة هر باقرة ثور ملآن شقراء أشقر لطيفة لطيف صغراء أصغر الآن الآن أنث ما هو مسطر وغير ما يجب تغير كان العصور الأزرق وصديق الأطفال يطير عاليا في السماء كانت العصورة الزرقاء وصديقة الأطفال تطير عاليا في السماء كانت العربية أشقر أزعر كانت العربية شقراء زعراء مشأ بيوما إذن شقراء زعراء إذن مشأ بيوما إلي مشيت المؤد به غضبان وقد هدد بالضرب وإن لم يضر به مشت أمي يوما إلي مشيت المؤد به غضب قد هددت بالضرب وإن لم وإن لم تضر به وإن لم تضر به هذا بالنسبة لدرس التأنيث والتذكير أو المؤنثواء المذكر نلتقي في درس اللاحق وإلى اللقاء إن شاء الله